بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الانتقال من المصنف رحمه الله من أحسن ما يكون فبعد أن ذكر الذبح لغير الله انتقل إلى عدم جواز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله كمن أراد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه لأوثان والحكمة من ذلك ما يلي أولا أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار ثانيا أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل ويظن أن فعل المشركين جائز ثالثا أن المشركين سوف يقوون على فعلهم وهذا محظور وإغاظتهم مطلوبة الدليل الأول وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية سبب إراد المصنف رحمه الله لهذه الآية لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله فدل على أن كل مكان يعص الله فيه أنه لا يقام فيه ولو بعد زواله فالصلاة عبادة والذبح أيضا وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس فهذا باعتبار الزمن والوقت والحديث باعتبار المكان الدليل الثاني عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما النذر لغة العهد والإلزام وشرعا إلزام المكلف في نفسه شيئا غير واجب وهو نذر لله أو نذر لغير الله وهو شرك أكبر كالحلف بغير الله في اللفظ فقط لا ينعقد أي لا وفاء ولا كفارة فيه وفيه التوبة إلى الله والنذر لله على نوعين نذر خاص كأن ينذر شيئا بعينه ونذر عام يدخل فيه كل مسلم قال تعالى يوفون بالنذر لأن المسلم نذر فعل الأوامر وترك المناهي أما النذر الخاص فبعد التلفظ به فيه الوفاء أو كفارة اليمين وأما قبل التلفظ به فحكمه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولو كان خيرا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التلفظ به هو على أنواع طاعة وهذا يجب الوفاء به وإن حنث فعليه كفارة مثاله نذر صلاة النافلة أو معصية وهذا يحرم الوفاء به ويجب الحنث والكفارة مثاله نذر فعلا محرما كالغيبة أو مباح وهذا يخير بين فعله وهو أولى أو الحنث مع الكفارة مثاله نذر لبس هذا الثوب أو اللجاج والغضب كالمباح حكما ويقصد به معنى اليمين مثل نذر مغادرة البلد أو مكروه وهذا يكره الوفاء به ويستحب الحنث ويكفر مثل نذر الالتفات في الصلاة أو مطلق الذي لم يسمي صاحبه شيئا وفيه الكفارة كقول لله علي نذر ويسكت إذا كان النذر لله تعالى فإنه ينعقد فإما أن يفي أو يحنث فتجب عليه الكفارة إذا كان لغير الله تعالى لا ينعقد فلا وفاء ولا كفارة وفيه التوبة شرك أكبر المسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك أو يفصل في الجواب الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع لكن لو خشي أن العوام ما يعتقدون أن في هذا المكان مزيّة لكان ممنوعا السادسة المنعم إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنعم إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده نص شيخ الإسلام على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد لكنه مع القصد يكون أشد إثما العاشرة لا نذر في معصية المعنى أن النذر ينعقد ولكن لا يوفى الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك أي لا وفاء وما لا يملكه قسمان أولاً ما لا يملكه شرعاً كما لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان فلا يصح لأنه لا يملكه ما لا يملكه قدراً كما لو قال لله علي نذر أن أطير بيدي فلا يصح لأنه لا يملكه كفارة النذر لله ككفارة اليمين يخير بين عتق رقبة مسلمة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة التقسيم والتقعيد للقول المفيد